السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيرو من نبدأ بيه الكلام الصلاة على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام قبل من نتكلم في اي حاجة حايف بس ان انا اوضح ان قناة الرمح من الانترنت بتدعم انترنت غير محدود في مصر واتمنى يا جماعة كل المتابعين يروحوا على تويتر ويفعلوا الهاشتاد الانترنت حقل الجميع واحتكار الانترنت شيء غير مسموح بيه بالمرة فاتمنى من منشأة المحتوى جميعا لو حد بيتفرج علي يدعم الفكرة يا جماعة ويدعمنا في تويتر ويدعمنا بانزال فيديو عن الموضوع لان دي مشكلة حقيقية بتواجه جميل مصرين يا جماعة في الفترة الحالية وتعال معايا نخش على الفيديو فيديو النهاردة فيديو يا جماعة مهمات من القلبك يحبها اجبلك من اخر في مهمة معينة وهي مهمة السيو او الماركتنج او البروموشن كونتين هي تقرار اتبدأ كل دي اسامي موحدة لحاجة واحدة وهي الماركت فيزيت اللي كانت موجودة زمان على الموقع المهمة دية تقريبا واخدى حوالي faremed turb 확인 يعني دلوقتي في الفترة الحالية اللي انا فتح فيها الموقع فيه حوالي 700 مهمة 700 مهمة دول حوالي Little communicated sharing فبالتالي المهمة دي موجودة بكمية كبيرة وقعدة فترة كبيرة جماعة يعني من الاول من نزل الموقع وهي المهمة دي ما بتخلص منه فبالتالي كل ان انت تعرف تشتغل على المهمة ديت فده معناه ان انت بتملك بيكوركارز في ايدك حتى لو المهمات في قليلة فبإذن الله يا جماعة دلوقتي انا هلخصلكم خمس اشكال المهمة زي ما انتوا شايفين في خمسة تابس فوق من الاسهل للاصعب يا جماعة هنبدأ بادفع حاجة زي ما انتوا شايفين طبعا قلتلكم انت مش محتاجين تقروا اي حاجة ده اول شكل المهمة بيبقى مديك قليل ويبقى طالب منك اثبتات قليلة جدا يا جماعة اللي هنعمله ايه اول حاجة بتيجي على اللينك اللي موجود قدامك وتبدأ ان انت تفتحه حاجة بسيطة جدا يعني مش محتاجين ان احنا نتكلم في الموضوع ده تتأكد ان انت فتح الموقع اللي هو الشخص ده تعايزه فبالتالي احنا نتأكد منين هتلاقي ان الموقع هو جايلك في الصفحتين الاولى والتانية يعني لو الشخص دوت مش كاتب لك او مش جايب لك هنت او ملحوظة عن اسم الموقع بتاعه فانت تتأكد ان الموقع بتاعه دوت هو الموقع الصحيح من何 من حاجتين الحاجة الاولى اللي انا قلتلك هتلاقيه في الاتنين هنا ظاهر في مجعله ايكتين بحث والحاجة التانية ان انت تشوف اللينك التاني اللي هو بيقول لك خش عليه ويقرأ اللي فيه او زي ما انت باشاه يقول لك خش في اللينك دوت ويقرأ اللي فيه فهتلاقي هنا اني مافيش برضو اي هنت ولا اي حاجة فبالتالي زي ما قلتلك يبقى احنا نمشي الطريقة الاولى بتاعتي ونبدأ ان احنا نخش على الاولى او التانية زي ما انتم محبين. بقى ما تفتح الصفحة يا شباب هنعمل حاجات السية هنثبتها في كله يا جماعة. ايه هي الحاجات الاسية دي? اول حاجة ان انت هتروح تفتح تلاتة اه في الصفحة ديت او من الموقع دوت. تمام فتحنا تلاتة اهو هبدأ ان انا اعمل ايه? هبدأ ان انا اضغط على اعلان. تمام? ضغطت على اعلان من الاعلانات اللي موجودة في البيجز ديت اي اعلان مش هتفرق. وهضغط على صفحة بداخل هذا الاعلان. حلو جدا كده. دي حاجات هنثبتها في كله. يعني في كل المهمات اللي احنا هنعملها هنا دي. كم خطوة دول اللي انا عملتهم معاكو. هنثبتهم في كله يا شباب. حلو. هنا بقى هنجي للاثباتات. هنا بيقول لي اه او جب لي اخر تلاتة ويب سايت اه عنوانهم اكتبهم لي هنا. يعني اكتب لي اخر تلاتة عنوين ويب سايت. احنا اسا ما فتحناش تلاتة. خدهم هم هم بالتفصيل كده. واحدة واحدة مش هتعمل اكتر من كده. وتبدأ ان انت تاخدهم وتحطهم له. تمام? بيقول لك خد لي من الستب رقم تلاتة اللي هي فيها العنوان دوت. غالبا يا شباب اي عنوان تاني غير بتاع الموقع اللي هو بيدخلك على الموقع. العنوان التاني دوت بيكون عشان يقول لك تغطي على الاعلانات وتغطي على اعلان جوه الاعلان اللي هو يعتبر نفس الطريقة القديمة ولكن هنا هو دخلها جوه موقع تاني عشان ما يقدرش ان هو ينشرها بصورة مباشرة في بيكووركارز لان الادسنس بيقفل الحسابات لما بيلاقيك عامل مهمة في بيكووركارز وكاتب فيها ان انت تدوس على اد او ان انت هتشتغل وتخش وتعمل نقرات غير شرعية لان دي دي اعتبر نقرات غير شرعية لان الادسنس بدأت تتابع المواقع اللي زي رابد ووركار وآآ هايف مايكرو والحاجات ديت اللي هي بتجيب ترافج غير مسموح بيه او نقرات غير شرعية فبالتالي دي عملية تحايل بمعنى صح عشان ايه عشان الاميلات بتاعة الادسنس بتاعت الاشخاص ديت ما تتقفلش انا حبيت بس اشرح لك عشان تبقى فاهم المهم ان انت تبقى عارف دلوقتي ان انت تنفذ المهمة ازاي معي وادفع واحدة دي دي اعتبر فاحنا هنروح للإعلان اللي احنا دخلنا فيه وعملنا آآ كليكايا فيه هنبدأ نحن ناخد بتاعه ونبدأ نحن نحطه هنا وندوس بمت بروف يا جماعة هو طبعا هنا بيقول ان المهمة خلاص ديت عملت اصلا ووصلت للحد الاقصى هي تقريبا ما كانش فاضل غير واحدة بقى سيبنا انا عرفتك ازاي المهمة ايه بتتعامل ودي كانت اسهل واحدة معنا يا جماعة نعلى بقى بالليفل حب يا شباب آآ نخش في المهمة التانية ديت هتلاقي ان فيه ديسكريبشن طويل برضو حبه طبعا انت هتخش على اول لينك زي ما انا معاودك اول لينك يجي في وشك خش فيه انت مش محتاج تقرأ ولا اي حاجة مش محتاج تفهم اي حاجة غير انت تطبق الخطوات معي في الفيديو بعد ما بخش على اللينك ببدأ ان انا اتبع اللينكات اللي هو بيدهني بعد كده هتلاقي بيقول لك خشيلي على كلمة لو دخلت في ديسكريبشن وحبيت تقرأ برضو هتلاقي ان هو بيقول لك دوس لي على بطن هتلاقي ان احنا هندوس على رجستر هنبدأ ان احنا بقى نشوف هو ايه الاسبتات اللي طالبها مننا بس ما تنساش تنفذ الخطوات اللي انا قلت لك عليها تمام ايه الخطوات ان احنا قلنا بنتح كزا صفحة يعني مسلا هنا هنفتح ديجيتال ديت ونبدأ نشوف المواضيع اللي فيها ونفتح واحد اتنين تلاتة تمام انا فتحت تلاتة اهو هبدأ ان انا افتح اعلان فتحت الاعلان اهو تمام كده ننفس الخطوات الاساسية اللي سابتة الacoferي في كله هدأ بعديها ان انا اعمل ايه هبدأ هنا بيقول بيقول لي حطي للعنوان السابع. يورل السابع هتاخد له اي عنوان وتبدأ ان انت تحطاه هنا. بيقولك هحطي في العنوان العاشر فاحنا هنيجي لاي عنوان بي دول ماشي وما تخودش العنوان اللي انت خدت به. لأ شوف عنوان تاني يا جماعة ما تاخدش لزارة اللون دوت. شوف عنوان ثاني هنيجي بقى للعنوان دوت هو هنا مش عايز العنوان. هو هنا مش عاوز العنوان. هو عايز فاحنا هنيجي العنوان تاني غير اللي احنا واخدينه فوق. قديني بنبه خمسة الاف مرة. ونبدأ ان احنا ناخد اخر براجراف فيه اهو زي ما انتم شايفين هناخده كده هوا. ونبدأ ان احنا نحطه كوبي. كده احنا خلصنا اثباتين. هنا بيقول لي جيب لي اتنين من زي ما انت ما شايف هتلاقيه ندخلك على ايه? على تاني. طب اللي ده هيبقى في ايه? هيبقى في الادز اللي احنا دوسنا عليها. هيقول لك دوسلي على وخشيلي على صفحة جواه او خشيلي على صفحتين جواه. فهو هنا عايز مني ان اخشله على صفحتين فانا دخلت على صفحتين اهو. هبدأ ان انا اخد الصفحة الاولى واحطها له. وابدأ ان انا اخد الصفحة التانية واحطها له يا شباب. وبكده انا عملت له المهمة اللي ايه? اللي هو كان نفسه فيها. وخلاص انا بتنفس الخطوات كلها بكل بساطة. نيجي بقى نعلم بالليفل سيكا كمان يا جماعة هتلاقي ان بيعلى معاك وزي ما انتم شايفين هي المهمة كلها بتختلف الاسامي بس شكليات واحدة هي هي يا جماعة. فهنبدأ هنا نخش على اول عنوان زي ما انت محافظ انت حفظ معايا الخطوات ونفزها زي ما هي. دلوقتي هو نعرف منين ان هو دوت الصفحة اللي هو محتاج من نخش عليه بيقول لك خشيلي هنا في اللينك دوت عشان تعرف هو دوت الصفحة ولا لا. فانا قلت لك فيه طريقتين ان هما ايه? ان هما يكون الناس دين تحت بعده زي ما انتم شايف ادي الاول هو هو بنفس عنوان يو ار ايل وادي التاني بنفس عنوان يو ار ايل زيد على كده ان هو ساعات بيبقى كتب لك الصفحة فوق هنا والصفحة اللي محتاجة تخش عليه هو دوت فبالتالي فيه اثباتات كتير بتدل ان الصفحة دوت هو الشخص عايزك تخش عليه وتعمله المهمة فيه. هنعمل خطوات هي هي نفتح الصفحة اللي هو محتاجين نفتحه. هنفتح تلاتة يو ار ايل له قدامك ونفتح عنوان. اه لو ما نقش دلوقتي هنا هتبدأ ان انت تشوف في صفحة من الصفحات اللي انت دخلت فيها قدنا فتحنا اهو. خلاص كده تمام نفتح صفحة تالتك تاني عشان تبقى التلاتة مفتوحين قدامنا اهو. كمام. كده احنا عملنا الخطوات الاسسلمة وهتتقرر في كله زي ما قلتلك نيجي بقى للاثباتات ونشوفها وعايزي. هنا بيقول لي هو عايز بتاع البوست العاشر فاحنا هنيجي لأي وناخده ونحطه له. تمام? هنا بيقول لك عايز في البوست العاشر فاحنا هنيجي للايه? للبوست اللي احنا حطينه فوق دوت اللي هو يعتبر البوست العاشر يا جماعة. ونبدأ ان احنا ناخده. ليه طيب احنا ما غيرناش المرة دي? زي ما قلت لك احنا المرة اللي فاتت غيرنا عشان ما نيبقاش في ايه تشابه في اللي احنا بنعمله. لأ هنا اه احنا مش هنغير عشان هنا بيقول لك هو عايز في البوست العاشر وهو هنا كان عايز البوست العاشر يا جماعة. فبالتالي هنا فيه تطابق فلازم ان الحاجات تبقى فيها تطابق فحطنا له اخر في البوست العاشر. هنبدأ بعد كده يقول لك ايه حطيلي اللينك من الستيب رامبر فور هتبقى طبعا ايه طالب منك انت هتخش عليه هتلاقي هنا بيقول لك دسكي على اعلان واحنا دايسين بالفعل على اعلان زي ما انتم ما شايفين اللي هو دوت. وبيقول لي هنا جب لي اللينك بتاع اللينك بتاع هو هنا يا معلم في الخطوة دي هنا بيقول لك جب لي اللينك بتاع الاعلان اللي انت دخلت عليه مباشرة. في اللينك الاعلان اللي لانا دخلت عليه مباشرة هو دوت. تمام? من غير ما دوس على هتماد. هو كده اعايز اللينك من غير ما دوس على لان هو بيقول لك لينك فروف ف por. فانت برضو حايز حبيب ان انت تطام لعاجة زي كده مسلا ممكن تكون قلقاك ان انت تخش على اهيه وتقوم فتحها كده ووتشوف هو طالب منك ايه? هو اه تقريبا استيب فور هي قصده على ديت اللي هو اللينك دوت اللي هيبقى كاتبلك فيه. هو بص هنا كمان مش فاتح معاك فما تقلقش. يعني بص كل الكلام دوت عادي جدا وبيقابلني والدنيا شغالة. فانا بيقول لك المختصة يعني مفتحش معاك امشي على كلام عادي جدا والمهم هتتقبل معاك. ما تقلقش برضا. فهنا انا بيقول لك هو هنا عايز لينك فروم استيف فور انه هو عايز اللينك اللي بتاع الاعلام من غير ما تدوس على انسايد تمام? حطينا هولو خلاص. هنبدأ ان احنا ندوس بقى على انسايد ليه اصليقي اللي هي الاعلام. اما اللينك في فروم استيف فور فهو عايز اللينك بتاع الاعلام مو بوشرة يا جماعة من غير ما ادوس ولا اي حاجة يا جماعة. بنيجي نعلم بالليفل سي كبسيطة تاني يا شابب بنيخش بقى عالمهم دية. المهمة دية بيقول لي خشيلي على اللينك دوت هنبدأ ان احنا نفتح اللينك تاني. وهو عادة على فكرة لو ملاحظ ان اللينكات كلها بتبقى في Cuxim 2 يعني بتفتح اللينك ببوشرة بيقول لك خشيلي على السايد دوت هنبدأ ان احنا ناخد السايد اللي هو م نوع بس الكنسيبت واحد والمفهوم واحد والطريقة بتاعتنا محفزها لك واحدة. تمام? هنفتح بعديها ايه? هنفتح بعديها ثلاث صفحات اهو زي ما احنا متعودين. والمفروض ان احنا نفتح اعلان. طب انا ملاقيتش اعلان. اعمل ايه? هفضل ان انا اعمل في رفريش كده لغاية اما لايه اعلان. طب ملاقيتش اعلان بعد الرفريشات الكتير اللي انا عملتها. قدامك حلين وده انا كنت تذكرهم في فيديوهات قبل كده ان انت تفتح بس اياك تعمل رفريش لصفحة ممكن تفتح تبدأ ان انت تظهر الاعلان وتدوس عليه وبعد كده تقوم قافلوا تاني يا شباب تقفل بعدها تاني بس من غير ما تعمل رفريش لصفحة لان لو عملت بتاعك هيبان عندي ان انت فتح وهتلبس بان. فبالتالي ده اول حل. تاني حل ان انت متعملش المهمة اللي مش هيظهلك فيها اعلان دي خالص يا شباب. فانا دلوقتي عشان مش فاضي افتح في بي انه قولي لك جميلة دي فهقفل ايه? هقفل المهمة ديت يا جماعة. بس نفس الكونسبت ان انت هتلاقي اعلان وتبدأ ان انت ايه? وتبدأ ان انت تخش وتعمل نفس الخطوات وتدينه نفس الاسبتات. فهي المهمة سهلة وبسيطة زي كل اشكال المهمة زي ما قرتلك فيها الكونسبت والطريقة بتاعت. نعلى بالليفل اكتر حب يا جماعة هتلاقي انه هنا بنديك كزا لينك في استيبتو هتخش على اي واحد منهم وتبدأ ان انت هتتأكد من لينك الموقع اللي هو كاتبه لك هنا بيقول لك اعمل لي فيزيت لللينك دوت هتلاقي ان في تشابه في اللينك من هنا ان هنا هو تبص هو اوله اي دي ايه هنا اللينك اللي هو كاتبه لك اوله اي اس فبالتالي مش هيبقى هو دوت اللينك اللي هو ايه اللي هو عايزه هو هنا عايز ايه اوله اي اس يا جماعة اوله اي اس فاحنا مش لقينه هو لقينه اهو اوله اي اس ميديا اي اس ميديا هنتأكد اه اي اس ميديا هو دوت الموقع اللي احنا محتاجين نخش عليه. كده احنا دخلنا في الموقع الصحيح هنعمل نفس الخطوات بتاعتنا. هفتح تلاتة آآ بيتجز من الموقع. تمام هو هنا ده فتح لي اعلان. هفتح تلاتة بيتجز اهو. انا فتحت تلاتة بيتجز. حلو جواميل جدا. هفتح اعلان اهو. هفتح اعلان. فتحت اعلان. كده انا كل الخطوات معايا تمام وسليمة. هبدأ ان انا بقى ايه واشوفي الاسبتات اللي هو عايزة هو عايز في طبعا انت هتقوم انا هتقوم اخد اي وطبعا. وتبدأ ان انت تحطهول بكل بساطة. عايز من من خطوCE نمبر سبعة. شفت نمبر سبعة وهو. فاحنا هنقوم واخدين حاجة مختلفة عندها لان هو مش ايه الاخير. هو مش عايز حاجة من خطوة اخير. لا. هو عايزه من رقم سبعة. فاحنا هناخد حاجة مختلفة عن الي كنا واخدينها قبل كده. هبدأ انه meine نزل تحت كده هو يا شباب. وابدأ ان انا اخد الايه? وابدأ ان انا اخد اللي هو عايزها المعلم دوت. وابدأ ان انا احطه له. حلو. ان اخش بقى اللي بعدها بيقول لك من البوست العاشر يا جماعة. هنيجي للاي بوست تاني مختلف. وابدأ ان انا اخده. وانزل للاخر كده. واخد اي موجودة فيه يا حلوين. ويبقى انا كده ايه? يبقى انا كده عملت التنوع. لأ ده انا كنت اوخدها قبل كده فاحنا هنشوف حاجة تانية. تمام. دي انا مش واخدها قبل كده هي? هبدأ ان انا اخدها وابدأ ان انا احطها هنا يا شاب. هبدأ بقى ان انا ايه? خلي بالك. وهنا بص. وهنا متشابهين. عادي جدا. ليه? لان هو دي حاجة هو حاطتها في كل الايه? هو حاطتها في كل بتاعته. يعني دي حاجة ندرع فيك يا شاب ان انت تقابلها. ان هو يبقى حاطت كلمة كده في كل بتاعته متقررة. فهي هتلاقيها في كل بتجز ودي حاجة ما تقلاقكش خالص. طالما انت وخيدة من بدج مختلف خلпарه يبقى تمام التماغ. اخر حاجة بقى هو عايز زاد تروا بقى ديت او من العنوان اللي هنا دوت. العنوان دوت هيقول لك برضو ان انت تسدسلي على اعلان. فانت لازم يا جيزا شباب ان انت تدس على اعلان وتجيب له لينك لاعلان دوت. فهو لينك الاعلان هنا هو عايز فبالتالي ان هو مش عايز الضغطة بتاعت الاعلان او مش عايز اللينك من اول ما تتغطع الاعلان. لا هو عايز لنك جوه البيج بتاعت الاعلان. فانت هتيجي هنا تفتح اي بيج ايه من ابدجات جوه الاعلان يا جماعة. وتبدأ ان انت تاخدها كوبي. وتبدأ ان انت تحطها لوبيس posp. وتبدأ ان انت تدوش borو. ومبروك عليك كده امعلم ايه? مهمة السيو يا جماعة. ومهمة الماركتينج بزيت. بكل انواحها وبكل تفاصيلها وبكل حاجتها. هتلاقي كل المهمات ديت. زيみ. شاف شاف. بس كل دي مهمات. كل دي مميات سيو بيروموشن كونتينت سيو بيروموشن كونتينت مش عارف ايه كونتينت بس بس هتلاقي كله مشترك ايه في السيو بيروموشن كونتينت وان هو ايه نفس الكلمة بنفس العناوين بنفس كل حاجة ولكن بيختلف الاشكال بس بتاعتها شابب اللي انا وريتها لك معايا ولا انا اللخصتها لك بتندرج من الصعب للسهل الاسهل المتوسط فكل الحاجات ديت انا سبتت لها قاعدة وهي ان انت تفتح تلاتة وتفتح قاد وتبدأ ان انت تشوف الاسبتات وتحطهاول كده لخصلك المختصر المفيد في المهمة ديت وحرفيا ما فيش يوتيوبر في الدنيا بيعمل اللي انا بعمله معاك دوت يا جماعة فاقل حاجة تقدر المجهود باللايك والسبسكرايب والشير معانا يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته